السلام عليكم عاملين ايه يا رب كنوا بخير دايما المرة دي هعمل معاكم فيديو معجنات او الفطير هعمل معاكم يعني مخبوزات باذن الله حاجة كده سهلة وبسيطة في البيت لو انت محترة تعملي ايه هتبقى وجبة جميلة جدا كفطار في لانش بوكس للاولاد او فطار لكي انت اصلا مع كوباية شاي كده الصبح بتبقى جميلة جدا جدا وكمان طريقة العجينة سهلة وما فيش فيها اي حاجة نبدأ باول حاجة معانا هنا حوالي كوبايتين من اللبن هحط عليهم معلقة كبيرة من السكر والخميرة بحيث ان هما يتفعلوا مع بعض وكمان ان هما يخمرهم عشان يدوا العجينة يعني القوام المناسب او ترتفع معانا اول حاجة ببتدي ان انا ادوبهم مع بعض بالشكل ده كده بحيث ان انا ادمجهم مع بعض وهسيبهم بس خمس دقايق بحيث ان هما يتجنسهم بعد كده معايا رشة من الملح هبتدي ان انا اخلطها مع الدقيق اللي معايا دقيق اللي معايا متعدد الاستخدامات دقيق عادي جدا بعد كده اجيب نص كباية من الزيت او كباية الا ربع يعني حسب ما انت حابة تستخدمي او تقطري او تقليلي الزيت اللي موجود معاك بعد كده ببتدي ان انا ادمجهم مع بعض بحيث ان احنا ندخل الزيت في الدقيق بالشكل ده كده وبحيث ان انا ادمجهم معايا مفلفلة بعد كده بجيب اثنين بيض بيض بالشكل ده كده وبابتدي برضو ان انا ادمجه مع بعض بايدي لو حاب تستخدمي العجان في الخطوة دي مفيش مشكلة خالص بس انا فضلت ان انا اعملها بايدي بالشكل ده كده بعد كده هجيب الخليط اللي انا عاملاه اللبن او الحليب اللي موجود معاك ما يكونش ساخن يكون دافي بس بحيث انك دفتيه بس مش اكتر لان احنا في فصل الشتاء بعد كده هبتدي ان انا اعجن او ان انا ادمج المكونات اللي معايا كلها ببعض عشان العجينة تتجانس معايا بالشكل ده كده انا ابتديت ان انا لميت العجينة ما شاء الله جميلة جدا جدا طبعا هي مش باينة قوامها من الفلاش بتاع الموبايل بس هي شكلها جميل جدا جدا والله وكمان العجينة نعمة جدا وياريت ان هي تكون ملزقة حاجة بسيطة هقولك على حاجة كمان لو العجينة يعني معرفتيش انك تختميها صح وكمان ما تبقاش معاك دقيق ممكن انك تبلي ايدك بس برشة من الزيت وبعدين تقدر انك تلميها بعد كده ببلي ايدي الزيت بس خفيف وببتدي ان انا ادهن وش العجينة اللي معايا وهسيبها لما تختمر هتغطيها باي كيس عندك وفق اي فوطة وبالشكل ده هتسيبيها لما تختمر وتاخد الخمر بتاعها بعد كده بعد حوالي ساعة ما شاء الله هي كده اختمرت وكمان ملمسها ناعم جدا جدا وحلوة كمان حابة اقولكم على حاجة ان الشغل بالعجين والله بيريح الاعصاب جدا جدا بتشكلي براحتك وبتعملي يعني معجنات بتكون حلوة وطلعة من تحت ايدك بالشكل ده كده انا هبتدي ان انا اقسمها اربع اجزاء بحيث ان انا اعرف اشكلها بالشكل اللي يعجبني او اللي رياحك ممكن تعملي منها كذا نوع من المخبوزات مثلا بالشوكولاتة بالنوتيلة ممكن تعمليها مملحات ممكن تعملي اي حاجة لان هي العجينة ما شاء الله جميلة جدا جدا وكمان قوامة حلو قوي وكمان لما تلقي العجينة معاك بتلزق اللي هو التلزيق البسيط ده ما تقلقيش منها خالص هي كده بتبقى جميلة جدا هبتدي اول حاجة ان انا اخد اول قطعة معايا وهبتدي ان انا اقسمها النصين وبعدين هبتدي افريدة قدامي على الرخامة بحيث ان انا اشكلها بالشكل ده كده هتشكلها اللي هو مستطيل طبعا لو عندك ان الشابة اللي هي بتاعة المخبوزات استخدميها انا بفضل استخدم كده بايدي على طول بعد كده انا فردتها بالشكل ده هجيب قطع من الجبنة يعني قطع عادية من الجبنة الموجودة عندك اي نوع الجبنة انت تفضليه بالشكل ده كده وهبتدي ان انا احط الجبنة في الاجزاء كلها بحيث ان القطع بتاعة المخبوزات تبقى كلها واخدة من الجبنة هحط معايا كمان بقدونس بالشكل ده كده انت حابة انك تحط الحشو طبعا ما انت عايزة بقى مش حابة بقدونس اي حاجة مش ضروري انا كمان والله يعني حبيته في العجينة دي طلع طعمه جميل جدا اول مرة اجربه بالشكل ده كده وهبتدي ان انا اقفل العجينة بتاعتي بحيث ان هي ما تخرجش منها من الاطراف ولا من الجنوب وهبتدي بالشكل ده كده ان انا اقطعها بحيث انك بتضغط عليها في الاول عشان برضو العجينة ما تطلعش منك هبتدي ان انا اقطعها بالشكل ده كده طبعا هتقطعيها بالشكل او الحجم اللي انت تحبيه او تفضليه انا اقطعتها بالشكل ده كده طلع حلوة جدا جدا وكمان الخضرة معاها باينة جميلة جدا بصرف النظر ان ايه عمالة تلزق في ايدي بس هي شكلها حلوة او او كمان كانت في الطعم لذيذة جدا هبتدي بعد كده اجيب الصينية بتاعتي اي صينية انت تحبيها بقى او تفضليها همسحها بس كده بالفرشة بالزيت خفيف جدا وهبتدي ان انا ارس فيها المعجنات بتاعتي كل ما تعملي خطوة يفضل انك تسبيها لما تختمر معاك خالص يعني كل ما هتعملي اه مثلا هتعجنيها هتسيبها تختمر هتشكليها هتسيبها تختمر في اي مرحلة انت هتعمليها هتسيبها لما تختمر اه الخطوة دي حلوة جدا جدا وبتسهل عليك فيما بعد في موضوع السوى ان هي بتطلع حشة معاك بعد كده هعمل واحدة بالزيتون اه والجبنة بالشكل ده كده هبتدي ان انا احط زيتون وجبنة هي حلوة جدا يعني تغيير الاولاد بقى عشان الحضانة او المدرسة والكلام ده في اللانش بوكس بتبقى جميلة جدا وكمان الاولاد بيفرحوا باي حاجة بتتعمل في البيت اه يعني عن تجربة شخصية الاطفال بيحبوا اي حاجة بتتعمل في البيت بصرف النظر انك بتشتري حاجة من برا غالية او رخيصة دي ما بتفرقش عندهم بس اي حاجة انت بتعملها في البيت هم بيحبوها جدا جدا وبيفرحوا بيها اوي بالشكل ده كده اهم حاجة انك بتقفليها كويس من جميع الجنوب طبعا انا لو بطول في الفيديو فانا بطول عشان البنات اللي حابة تعرف كل خطوة وكده يعني ما نبخلش عليهم بالطريقة او ما نبخلش عليهم ازاي بنعمل الحاجة وكله في ميزان حسناتنا برضو يا جماعة يعني مش ضرور ان احنا نبخل على بعض باي حاجة حتى المعلومة بالشكل ده كده ابتديت ان انا قطعتها بنفس الطريقة برضو الطريقة دي حلوة جدا جدا يعني في التقطيع شكلها حلو ومناسب بس كده انا هبتدي ان انا برضو ارسها في الصينية التانية وبعدين اوريكم بالشكل ده كده في الصينية وهسيبها لما تختمر الموضوع اللي انك تسيبها تختمر دي حلوة جدا جدا لان هي بتطلع معاكي العجينة نفشة وبتطلع كل الهواء اللي جواها بعد كده هبتدي ان اعمل اللي هي عبارة عن الدوريات او الكور بالشكل ده كده يعني طبعا التشكيل حسب ما انتم عايزين بس انا فضلت اعملها بالطريقة دي عشان ابني هعملها كور كده بسيطة وهبتدي ان انا في القرب اللي موجود معايا وهرسها طبعا الطريقة دي ممكن انك تستخدمي فيها مثلا شوكولاتة او نوتيلا او ممكن تشتغل فيها باي حاجة انت حبها ممكن تحط فيها جبنة موزرلة مثلا ممكن تحط جبنة شيدر ممكن تحط جبنة شيدر وزاتون هتبقى حلوة جدا جدا ممكن لو انت حبك جديد في الطعم شوية ممكن انك تعملي معاها يعني فواكه مجففة وتبقى من يعني تبقى مقبلاتها تبقى جميلة جدا جدا بالشكل ده كده انا كنت دهنا القالب زيت في الاول وبعدين ابتديت ان انا اشكلها انا حب ان اعملها كلها بالجبنة عشان هياخضوها معاهم في اللانش بوكس بالشكل ده كده بتبتدي انك بتعمليها حركات دائرية وبتقفليها كويس يفضل انك تسيبي مسافة بين كل واحدة لان هي هتختمر وانا فيما بعد زبطتها بالشكل ده كده ده كانت تاني حاجة معايا هسبها برضو لما تختمر وبحيث ان هي تطلع كل الهواء اللي موجود معانا بعد ما اختمرت الصانية الاولانية بالشكل ده هبتدي ان انا اجيب صفار البيض ممكن تجيبي صفار البيض وتحطي عليه مثلا رشة من الفانيليا انا حطيت كيس من الفانيليا وكمان ممكن تحطي معلقة من الخل صدقون الخل جميل جدا وبيضيع الريحة تماما الريحة والطعم يعني لا طعم ولا ريحة ببقى موجود البيض كمان ممكن تحطي معاها مثلا رشة من الملح النعم خفيفة جدا طبعا بما ان هي من المملحات بالشكل ده كده بعد كده ممكن انك تحطي على الوش بقى يعني حاجات بسيطة كده من حبة البركة او ممكن انك تحطي معاها سمسم طبع ما تحبي بس انا في المملحات بحب ان انا اعمل اشتغل بحبة البركة جميلة جدا في الطعم وفي الريحة وبيبقى شكلها لازيز جدا بعد كده ندخلها الفرن بحيث ان هي تستوى طبعا انا في الفترة اللي هي كانت بتختمر فيها في المرحلة التانية انا كنت مشغلة الفرن بحيث ان هو يبقى ساخن جدا عشان الهوى بتاعها يعني ما يضعش في الفرن في فترة ان هي بتسخن جوه الفرن بالشكل ده كده ده القرب اللي موجود معايا هبتدي ان انا ادهنه برضو صفار من البيض الناس اللي بتقرف من البيض ومش حبة ان هي تستخدمه ممكن نكتدهين بسمنة بس مفضلش الزيت لان الزيت مش هيدلها برضو نفس الشكل بالشكل ده كده هبتدي ان انا احط عليها حبة البركة طبعا قلتلكم لو انت حابين تستبدلوها عادي جدا ممكن ترش على الوش زعتر عادي جدا بيبقى حلو برضو في الطعم وكمان ريحته جميلة جدا جدا للناس اللي ما بتحبش حبة البركة او البيض باي بطلع من الفرن جميل جدا طبعا انا سيبته شوية لما يعني ما سيبتهش كتير برضو انا سيبته شوية لما يعني برت حاجة بسيطة طبعا انتوا شايفين البخار طالع ازاي شايفين القوام طبعا الشكل مش واضح قوي عشان الفلاش جاي في التصوير بس جميلة جدا حلوة قوي وكمان هشة وطرية واللي جبنة جواها سايحة بصرف النظر ان هي جبنة بيضة بس سايحة جواها وكمان من جوا مورقة جدا جدا ومفرغة وشكلها حلو قوي واللي ارتفاع كمان مزبوط جدا يا رب بس الطريقة بكون عجبتكم يا رب بكونوا استفدتم انا حبيت بس ان انا اعمل معكم الطريقة ديت للناس اللي محترى تعمل ايه في اللانش بوكس زي الناس اللي اولادها كله مرة بيرجعوا لها اللانش بوكس بالاكل اللي فيه بالحاجات اللي فيه طبعا دي الصانية دي كانت سخنة جدا معرفتش ان انا امسكها بايدي بس هي واضحة جدا ان هي مرتفعة وهشة وشكلها يفتح النفس مع كوباية شاي بقى الصبح كده ساعة رواءان بتبقى جميلة جدا وتفتح نفس الواحد على الفطار دي كمان عملت منها نفس العجينة عملت منها القرس اللي هي الفلاحي العادية جدا شايفين الشكل ومرتفعة جدا وجميلة بجد بجد انبهرت من العجينة وانبهرت من القرس الفلاحي شايفين شكلها عامل ازاي احنا لاستنى بس طريقة واحدة ونبقى كده فتحنا مخبس في البيت بصراحة طحفة بجد عاملة زي الاسفنج بالزبط وكمان من جوة شكل القطم اللي هي هشة جدا وكمان متناسكة كده مع بعضها وكمان في الفرن طلعت مزبوطة جدا جدا بتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم بتمنى ما تنسونيش باللايك والاشتراك والسبسكرايب واشوفوا الشكم على خير سلام شكرا